يساعد صباحكم عن جديد وصلنا معكم لمساحتنا الطبية اللي حتحكي فيها اليوم عن الصحة النسائية والإنجابية فكلنا بنعرف أكيد أنه سنة الحياة بتفرض التكاثر وأكيد الرغبة بالإنجاب هي موجودة عند أغلب النساء والرجال اللي ممكن يتحقق حلمهم بهالموضوع ما دام وضعاً الصحي يسمح بهالشي إن شاء الله يا رب الله يطعم الضرية الصالحة لكل حدا مشتهي لكن للأسف بعض الأشخاص ممكن يمتلكوا أسباب والطرابات تمنع الحمل الطبيعي ويمكن يكونوا مصابين بالعقم وبصيص الأمل بهيك حالات هو طفل الأنبوب لنعرف أكثر عن هذا الموضوع سيكون معنا بالستوديو الدكتور خليل إبراهين خليل اختصاصي بأمراض العقم وطفل الأنبوب وأيضاً رئيس الجمعية السورية لأطباء العقم وأطفال الأنابيب أهلا وسهلا فيك يا دكتور سعد صباحك أهلا وسهلا فيك معنا دكتور خليل خلينا بداية نعرف مشاهدينا أكثر شو نقصد بمصطلح العقم طبياً كيف فينا نعرفه؟ طبعاً العقم عدم نقدره على الإنجاب ولكن هذا المصطلح هو مصطلح عام أما المصطلح الخاص هي نقص الخصوبة تمام أي بالعقم نحنا ما في الإنسان يكون قادر على الإنجاب إطلاقاً أما لما نحكي نحنا عن موضوع العقم الحالي هو نقص الإخصاب بمعنى أنه حمل طبيعي ما بيصير بدون الإخصاب المساعد طرق الإخصاب المساعد هي الحقن داخل الرحم أو طفل الأنبوب ونحنا نحكي بالتفصيل عن كل واحدة منهم أكيد جمعاً قبل أن نصل إلى موضوع التخصيب الصناعي أو طفل الأنبوب دكتور خلينا نحكي لماذا كترانة نسب العقم؟ كيف تقيم حضرتك من خبرتك الطويلة؟ كترانة آخر فترة حالات العقم العميجي لعندك أزواجي ولكن نحنا متزوجين مثلاً من سنتين وثلاثة ولا هلأ ما صار إنجاب ولا لا خفاني النسبة؟ بالنسبة للارتفاع فيه فعلاً عالمياً في ارتفاع بالنسب العقم خاصة بعد كورونا يعني والمهالجات اللي صاريت وتانياً بالبلدان اللي بتشهد حروم وأزمات واستعمال تلوث بيئي تلوث البيئي بيرفع نسب العقم بشكل مخيف ونحنا من البلدان اللي صار فيها تلوث بيئي وهالتلوث البيئي انعكس سلباً على نسب الإخصاب الموجود شفنا نحنا مثلاً مثل العراق الشقيق لما صارت الحرب بالعراق ارتفعت نسبة العقم بشكل مخيف حقيقةً النسبة عالمياً ارتفعت وفي بلدان ارتفعت أيضاً أكتر بشوية بالأسف طيب دكتور خلينا شوي نوضح الأسباب يعني ذكرت حضرتك أنه النسب للأسف عم ترتفع بيكون في نقص خصوبة ممكن عند أحد الزوجين أو ممكن يكون حتى ممكن بعض الحالات عند الاثنين مع بعض شو هي أبرز أسباب نقص الخصوبة نحنا العقم هو نوعين من العقم العقم الزكري والعقم الأنسوي العقم الزكري اللي بيكون مسؤول عنه الرجل وبالتالي إما بيكون بسبب ضعف بالنطاف سواء نقص بالعدد أو نقص بالحركة أو في تشوهات بالنطاف أثنين عندنا العقم الأنسوي بيكون عقم مطلق بمعنى إذا كان انسداد بالبوقين أو في عندنا مشكلة بتشوه كبير في الجهاز التناسلي وبالتالي بيكون عندنا عقم مطلق وبالتالي نحن منلجأ بإحدى هالحالتين للمعالجة بالإخصاب المساعد تمام شو الحالات اللي بتقيموها دكتور انه انتوا جاهزين لنعمل إخصاب مساعد في حالة نحن منعتذر ما فينا نعمل لكم طفل أنبوب شو الشرور حتى نعمل نحن طفل أنبوب في عندنا إما بيكون نسميه العقم غير المفسد أو العقم المؤكد بوجود عقم زكري أو عقم أنسوي نحن نتأكد أنه ما في المجال للحمل الطبيعي فنحن نلجأ إلى موضوع طفل الأنبوب إذا كان السبب زكري مثلا عدد النطاف عند الرجل حوالي بين 18 مليون لـ 80 مليون إذا نخفض عن 18 مليون وأحيانا نقول 17 مليون نحن بحاجة إخصاب مساعد إذا كان تحت الأربع مليون وهذه مسألة مصطلحة استلاحية بتختلف بين مدرسة والتانية يقولوا 8 مليون ناس أربع مليون نحن معتمدين أربع مليون بين الأربع مليون للـ 17 مليون ممكن نلجأ إما للحقم داخل الرحمة نسميها أو نلجأ لطفل الأنبوب إذا كان تحت الأربع مليون يفضل اللجوء مباشرة لطفل الأنبوب لأنه خاصة هذه بعد معالجة إذا لجنة الزوج وما استجاب ولا تحسن وضعه لازم نرجأ لطفل الأنبوب إذا كانت الحركة الحركة أهم شيء أهم من العدد كثيرين من يغلطون طبعاً بدي أحكي عن شغلة مهمية جداً عم تعملنا إشكالية إذا كان العدد أكتر من 80 مليون فهي مشكلة أيضاً هي زيادة العدد زيادة العدد عن 80 مليون تعطي مشكلة بتسبب نقص الخصوبة عند النطفة وبالتالي قد نحتاج إلى طفل الأنبوب أو للحقم داخل الرحم لأيواء بالعقم الأنسوي في زكانة مسدودي الأنابي لا يمكن أن يصبح حامل طبيعي كيف الحل؟ الحل طفل الأنبوب مباشرة بقية الأمور منسميها استطباب ثانوي ممكن نحن أيضاً نلجأ لطفل الأنبوب طيب دكتور في حالات منسمع عنه أنه بيكون في صفر نطاف يعني بحالات تمام يعني هون بحالات ممكن تكون مور إذا هي نادرة أو لا نادرة الحدوث أو لا ولكن بهذه الحالات ما بيكون في حل أبداً؟ لا فيه الآزوسبرمي أو انعدام النطاف هو بيكون إما انعدام مطلق يعني ما فيه بالخصية أو ما فيه بالسائل المنوي إذا ما فيه بالسائل المنوي قد يكون انسدادة إذا انسدادة موجود النطاف بالخصياتين بس الطرق الموصلة للنطاف هي بتكون مغلقة أو بيكون عدد الأوليغو أو أستينوسبرمي بيكون أحياناً شديد جداً بحيث أنه فيه قليل من النطاف داخل الخصية ولا تصل إلى الأقنية التناسلية وبالتالي نحن نسميه آزوسبرمي بهالحالة هاي نعمل طفل أمبوم مع FNA يعني سحب النطاف من الخصية تمام حالات التانية بيكون توقف في الخصية النهائي توقف في الخصية الخلايا المولدة للنطاف مالاً موجودة أو مشغالة تمام هلا لا لازم تكون إذا ما أنا موجودة أبداً فهذا آزوسبرمي عقم مطلق ما فينا نحن نعالجه ما فينا نعالجه نحن الآن في طور الدراسات والأبحاث حول الخلايا الجزعية وأشياء أخرى حتى نحلها المشكلة أما نحن بنحكي وجود الخلايا المولدة للنطاف بس هي في حال التوقف يعني الخلايا المولدة للنطاف موجودة ولكن لا تعمل هاي اللي نحن بنشتغل عليها وبدأ معالجه وممكن نحصل على قليل من النطاف ومنسحبها من الخصية ومنعمل طفل الأمبوم وهاي من أهم استطبابات طفل الأمبوم تمام يعني سابقاً كان اللي بيكون عنده هالحالات هاي لا يمكن يحصل على طفل أما الآن فبإمكاننا نحن نساعده طبعاً تمام نحن نفوت للخصية ومناخد من الخلايا من الجدار المولد للنطاف طب دكتور في كتير ناس بمروا بمرحلة أورام خبيثة نعم فإن كان بالخصية أو بالمبيض أو بغيرهم نعم فهنن بدون يفوتوا لحالة من الإنجاب وبيتعالجوا علاج شعاعي أو كيميائي أو بدون يستقصلوا الخصيتين فممكن يكون فيه تجميد للنطاف أو تجميد للبيض حتى لاحقاً هنن يستخدم مطوف الأمبوم تماماً هاي من أحد الوسائل المنسميها طرق الأخصاب المساعد المساعد مو المساعد المساعد نحن شو نساوي إذا في حال وجود أورام خبيثة بدنا نخضع العلاج كيميائي أو نخضع العلاج شعاعي بدأ التأثير الخصي أو المبيضين فنحن نلجأ عند الرجل لأخذ العيني من النطاف وتجميد هذه النطاف لاستعمالها فيما بعد سواء بالأيو آي أو بطفل الأنبو الشغلة الثانية عند السيدات نحن نعمل دورة تحريضية نحصل على كمية من البيض نجمد البيض ونستعملها فينا إذا كانت السيدة متزوجة فينا الأفضل أنه نحن نأخذ البيض نلقحها وتصير أجنة ونحفظها الأجنة بالتجميل حتى تكون هنا جاهزة فيما بعد انتهاء المعالجات فنلجأ نحن نعمل حمل جديد بعد المعالجة ومعنا مشاكل نعم طيب دكتور هنا في سؤال كل الأشخاص الذين يعانوا من مشاكل بالإنجاب يجب أن يتوجهوا لطفل الأنبوب أو ممكن يكون في حلول خلينا نقول سابقة لمرحلة الطفل الأنبوب لا أكيد نحن أهمنا أنه ما نحرم أي أسرة من الأطفال وبالتالي الإخصاب المساعد بدوا يكون بالأول بدنا ندرس حالة الإنجاب لما انتجي السيدة بعد 6 شهر من الزواج حسب العمر وحسب المجتمعات يعني فينا سني بالأساس ما بدون يجيبوا قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة أما بالحال الطبيعي إذا كان في عدم يعني كافي محاولات وما صار في حمل عدم رغبي بالتأخر للإنجاب فمضى ستة شهر على الزواج نحن نرجع نعمل دراسة أول الدراسة بدأ تكون فحص طبيعي لكلا الزوجين نفحص الزوجة ونفحص الزوجة أول عمل منعمله لازم نطلب سبيرمو جرام اللي هو فحص السائل المنوي للرجل لأنه أبسط شيء وبتمنى من الرجال أنه ما يتمنعوا على هالطلب البسيط هذا لأنه بريحنا كثير وهو غير مكلف وغير مؤذي أما بالنسبة للسيدة إجراءات السيدات أصدق بكثير وأصعب كثير صعبة ومكلفة وبالتالي التشخيص يتأخر عننا إذا كان في مشكلة حتى نكتشف وين المشكلة فالسهل أن الزوج أول شيء يعمل سبيرمو جرام ويعطينا إياه في مشكلة منعالجها ما في مشكلة منتوجه للسيدة بالاستقصاءات اللازمة لتحديد المشكلة هاي اللي هي المشكلة على مستوى المبيض أم على مستوى الرحم أو على مستوى المهبل وينما كانت المشكلة نحن قادرين على معالجتها غالبا وبالتالي لا يوجد إشكال أول زيارة للسيدة بتكون للعيادة نتأكد من سلامة الجهاز التناسلي إذا ماك في مشكلة بتكون منطمنة أن هي جاهزة للإنجاب إذا شفنا في مشكلة سواء التهابية أو تشوهات بالأقنية أو قصور بالمبيض أو مشاكل أخرى بالمبيض مثل مبيض متعدد كيسات وغيره فنحن نحن نحل هالمشاكل وبالتالي منساعد السيدة إذا كانت المشكلة أكبر من المساعدة البسيطة اللي هي العلاج العادي اللي زملائنا بالنسائية بعالجوها فهي بتنتقل الاختصاصي بالعقم وبالتالي هون بيصير بدنا معالجات نوعية أو اختصاصية فالمعالجات الاختصاصية قد تكون بالحقن داخل الرحم أو التقنيات الأبسط من طفل الأنبوب أو ننتقل في النهاية إلى طفل الأنبوب مثل ما تحدثنا بداية الكلام المهم في أمل وأمل كبير إن شاء الله والأمل برب العالمين دائما إنه الله لا يحرم حدا الذرية اللي بيشتهي طبعا يجيب أولاد إن شاء الله يارب تتحقق هذه الرغبة نحن بهال مجال يعني بدي أحكي عن مراكزنا بشكل خاص طبعا بالجمعية عنا في جمعية أطباء طفل الأنبوب الجمعية هي جمعية سورية وتعمل بالتعاون مع الجمعيات العالمية وتعمل على إيصال أفضل وأحدث المعلومات في العالم ومشاركة الجمعيات العالمية بالمعلومات والأبحاث ونعمل على مستوى رفع رفع كفاءة مراكزنا ونخلي عن المقاب الطبيب السوري طبعا ونحافظ على سمعة الطبيب السوري اللي هي أهم شيء هو أصلا معروف الطبيب السوري عالميا أكيد بمهارته بهذا الموضوع أعمليات طفل الأنبوب شكرا لكم دكتور خليل إن شاء الله الصحة والسلامة للجميع أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا يا رب الله يحرم حتى هل نعمة وشكرا لك دكتور